ما هو دعاء الصباح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ وماذا يحدث إذا كررت هذا الذكر كل يوم؟ النتيجة ستفاجئك أخي الحبيب حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب انتبه معي إلى هذه القضية المهمة التي نغفل عنها للأسف كل مناسبة كان هناك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الصباح في المساء في دخول السوق عندما يدخل إلى الخلاء إذا عندما يأكل عندما يشرب عندما يشتري عندما كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان لها ذكر محدد وهذا الذكر له أثر كبير طيب ما هو دعاء الصباح أو ما هو الذكر الذي كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد أن يستيقظ من نومه أو عندما يبدأ الصباح دعونا نتأمل هذا الحديث العظيم ونتفكر في عجائبه ونحفظ هذا الدعاء معا ونحرص على تكراره كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل راقبة من ولد إسماعيل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمس فمثل ذلك ما هذا العطاء؟ عطاء نبوي عظيم جدا كم تأخذ معك من وقت لا إله إلا الله أربع كلمات هي الثانية واحدة ثانيتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له أربع كلمات له الملك وله الحمد أربع كلمات وهو على كل شيء قدير خمس كلمات كم المجموع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد نعش وهو على كل شيء قدير سبعة عشرة كلمة بعدد الركعات التي فرضها الله في اليوم والليلة سبعة عشر طيب يعني أنا كم استغرق معي هذا الدعاء أو هذا الذكر ولا عشر ثواني تخيل أن تقول فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخذت عشر حسنات كل حسنة خير من الدنيا وما فيها لأن الدنيا تزول هذه الحسنة باقية وحطت عنك عشر سيئات قد تكون كل سيئة سببا في دخولك النار ولا ياذب الله الله يحطها عنك ويمحوها من صحيفتك طيب هذا العمل كأنك أعتقت رقبة مثل سيدنا إسماعيل تخيل إسماعيل عليه السلام وهو النبي الكريم وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم خليل الرحمن إسماعيل الذي بنى الكعبة وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تخيل أنك يكون عندك عبد بنفس مستوى إيمان سيدنا إسماعيل هيهات أن يصل له بشر ولكن هنا فقط النبي يريد أن يقول لك إن هذا الذكر عظيم جدا تخيل أنه عندك عبد وأطلقته أعطيته حريته عبد على مستوى عالي من التقوى والإيمان كم تأخذ من أجر هذا الذكر هو التحصين حرز لك من الشيطان حتى تمسي يعني انظر من رحمة النبي أنه كان حريصا على أن يحصننا بوضع هذا الحرز أي الحاجز الذي يحميك من شر الشيطان كأنما وضعت حاجز لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه العبارة هذا الذكر فيه معاني عظيمة جدا كلما دققت فيه وتفكرت فيه وتدبرت عظمة هذا الذكر تأخذ حسنات أكثر ويغير حياتك أكثر لماذا؟ أول شيء أخي الحبيب هذا الذكر يتضمن كل شيء لا إله إلا الله هذا اعتراف منك أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا يصرف الضر إلا الله ولا ينفعك إلا الله لا إله إلا الله عبارة مريحة للقلب تجعلك تستغني عن عباد الله تستغني عن الخلق وتتمسك بالخالق العظيم لا إله إلا الله وحده لا شرك له هذا تأكيد على وحدانية الله وأنه لا شرك له في الملك ولا في الرزق ولا في الضر ولا في النفع لا تظن أن أحدا يستطيع أن يضرك إلا بشيء واحد فقط هو ما قدره وكتبه الله عليك لا تقول أنا لو أنا خائف من فلان لأن فلان قد يؤذيني لا أخي الحبيب هذا الإنسان الذي يؤذيك لا يؤذيك إلا بأمر الله وبالشيء مكتوب عليك أصلا فاطمئن مدومت أنت على حق مدومت أنت مع الله مع الملك فلا تقلق ولا تحزن ولا تخشى أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما هذه الآية أخي الحبيب عظيمة جدا مريحة للقلب مريحة للعقل تريحك في هذه الدنيا المظلمة لذلك هنا كلما قلت لا إله إلا الله وحده لا شرك له كل مرة تقولها يجب أن تترسخ في داخلك عقيدة قوية جدا أنه لا يضر ولا ينفع إلى الله ترتاح في الدنيا ثم عندما تقول له الملك وله الحمد فنحن ملك لله أنت ملك لله له الملك وله الحمد والحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لا تظن أن أحدا يستطيع أن يتفضل عليك بنعمة إلا بإذن الله وبما قدره الله لك وبالتالي الحمد أساسا هو لله ولكن أنت تشكر فلا لأنه كان سببا سخره الله ليسر لك هذا العمل أو هذا الرزق أو هذا الشيء يعني هذه الحاجة التي أنت تريدها له الملك وله الحمد وهنا تختم وهو على كل شيء قدير لا تتخيل حدود قدرة الله لا تستطيع أن تتخيلها الله قادر على كل شيء إذا اشتد بك المرض اعلم أن الله قادر أن يشفيك ولكن يؤخر الشفاء لمصلحتك إذا كنت تعاني من مشكلة في بيتك مع أولادك مع أهلك مع زوجتك مع قريب لك في عملك في دراستك يجب أن تعتقد أن الله قادر على كل شيء قادر أن يحل مشكلتك ولكن كما قلت لك الله يعلم الخير يعلم ما يحقق مصلحتك فيؤخر أحيانا الإجابة لحكمة هو يعلمها إذن أخي الحبيب أحفظ معي هذا الذكر طبعا معظمنا تصور أنه يحفظه ولكن ينسى ينسى أن يردده في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على الأقل قله مرة واحدة طبعا كل ما كررته أكثر تأخذ حسنات أكثر ومنازل أعلى عند الله ويصرف عنك الله به شر الشيطان وشر الحاسدين وشر الذنوب وشر المعاصي وشر الإنحراف أو الضلال فلذلك أخي الحبيب أحرس يعني أول ما تستيقظ من نومك بدلا من أن تمسك الموبايل وتنظر من أرسل لي ماذا كذا ما هو الجديد لا لا انتظر قليلا ابدأ يومك بهذه بهذا الدعاء المهم الذي يريح القلب عندما تستيقظ من النوم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتكرر هذا الذكر العظيم سوف تشعر براحة نفسية تغيب عن الدنيا ومشاكلها لأن اليوم أصبحنا أخي الحبيب قبل أن ننام منشغلون بالأخبار وغير ذلك والرسائل والأصدقاء والصور وعندما نستيقظ لذلك فقدنا السعادة كثير من الناس يقول أنا لا أشعر بالسعادة هذا هو السبب أبعد هموم الدنيا ومشاغل الدنيا عنك والتزم ب أذكار النبي عليه الصلاة والسلام في المساء قبل أن تنام قل هذا الذكر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكي يكون لك حرزا وحصنا وحماية من الشيطان خلال الليل لأن الإنسان في الليل لا يدري ما يصيبه لا يدري كيف يطغيه الشيطان كيف يوسوس له الشيطان فهذا الذكر حرز لك من الشيطان وبالتالي دعونا نعيد قراءة الحديث الشريف ونختم به ونحرص على هذا الذكر العظيم لنغير حياتنا نحو الأفضل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمس فمثل ذلك أي يحقق الله له مثل هذا العطاء يحط عنك عشر سيئات يعطيك عشر حسنات يكتب لك أجر عتق رقبة من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام ويعتقك من النار ويحصنك من الشيطان نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر